السلام عليكم ورحمة الله بعد انهاء دورتي والتحليل الموجي أحبت أتشكرك أخو سام على كل شيء قدمت النياب لدورة حقيقة أنه قبل الدورة كان موضوع التداول هو شيء مش مقنع بالنسبة لي وكان عبارة عن دعوم مقاومات صراحة شيء مبني على الحظ فبعد ما سجلت الدورة واخدتها وفهمتها طلعت الأمور غير هيك وطلعت الأمور أنه التشارت هو لغة لغة بواحد بيقدر يحللها وبيقدر يفهمها وبيقدر يتنبأ لسعر لأشياء قدام بشكل دقيقة جداً طبعاً بالآخر هو سوق ممكن الأمور تختلف لكن الأمور اختلفت كثير من ناحية تفهم التشارت وحبيت أتشكرها بكل قلبي حبيبي وسام أنا عماد من عائلة العلم التي يعرف الكذب شكراً إليك إخواني أخواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحباً بكم في درس جديد وفي تحليل جديد من قناتكم من قناة لكن قبل البدء في تحليل اليوم أدعوكم أولاية الاشتراك في قناة التليجرام المجانية هذا هو رابطه تضغطون عليه من صندوق الوصف لهذا الفيديو مباشرة لا تأخذوا له هذا الاسم ولا الصورة لسا من كثر ينتحلون شخصيتي كنوا حذرين أخوتي كرام اضغط على الرابط من صندوق الوصف لهذا الفيديو مباشرة بعد الضغط على الرابط تصبح عضو في هذه القناة المجانية التي أشارك معك فيها أرباح المشاركين في دوراتنا التدريبية يومياً لا بأساً أشارك معك بعد الأرباح لاحظوا هنا هذا الأخر يوم يحقق ألف ومائتان وتمانية عشر بالمئة ألف ومائتان وتمانية عشر بالمئة هذه الأرباح لا يمكنك تحقيقها إلا بالتحليل موجه وبقناة التحليلات اليومية لاحظوا كذلك الأخ نبراس يقول ألف وستمائة وسبعة وتسعين بالمئة يحقق في عملة غالا ألف وستمائة وسبعة وتسعين بالمئة يقول باختصار شديد العلم يعرف الكذب صحيح يا عقد كريم العلم يعرف الكذب كذلك هنا ألف وتمانية عشر بالمئة لاحظوا كمية الأرباح التي يحققها الأخوان هذه الأخوة عندي منذ سنتين وهم ثلاث سنواتهم وهم معي في الدورة وهم يدرسون ويتعلمون ويحققون الأرباح في نفس الوقت هذا الأخ يحقق خمسة وسبعين بالمئة كذلك هذا الأخ يحقق أربعمائة وثلاثة وعشرين بالمئة كما تلاحظون أرباح جد 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 قوية لاحظوا هذا الأخ عالي كم من صفقة خمسة فقط كلها كلها ناجحة هل هذا يأتي من فراغ يا إخوان لا يأتي من فراغ لاحظوا الأخ يحقق ألف أربعمائة وثلاثة عشر بالمئة في عونة جيمتي قال ألفان وثمان مئة وواحد وثلاثين أفاكس مئة وخمسة واربعين مئة وعشرين مئة واربعة نحن نشارك معكم أرباح يومية لسنوات لا أكثر من ثلاث سنوات ونحن نشارك معكم أرباح يومية للطالبة المشاركين في دوراتنا التدريبية خصوصا دوراتي التحليل الموجي والبرايس أكشن والمنطق المنطق في التداول كل هذه الأرباح التي نشاركها معكم يوميا ولسنوات إخوتي الكرام بفضل عروضنا وبفضل دوراتنا التدريبية التي لن تجدوا مثلها نحن نوفر لكم أفضل عرض يساعدكم على احتراف التداول وهذا العرض فيه جزء نظري وجزء تطبيقي الجزء النظري هو الفيديوهات دورتين 34 فيديو مسجل 25 ساعة من الأسرى لاحتراف إيسوخ بين التداولين يعطيك 30% فقط احتراف التداول هذا الجزء النظري وضفنا إليه جزء تطبيقي وهو 3 أشهر الشراك في قناة التحليلات اليومية التي تعطيك تلك 70% الباقية لأنه بها المفاتيح التي تفتح لك كود وشفرة الدورتين إذا ما كنت مشترك في قناة التحليلات اليومية لا يمكنك فهم فيديوهات الدورتين لأنها مصممة بطريقة تجبرك على الاشتراك في قناة التحليلات اليومية لذلك قمنا بضمها في هذا العرض كذلك تحصل على 3 تشهر اشتراك في مجموعة النقاشات تابع لقناة التحليلات اليومية بأخيرات المتداولي لدي يجاوبونك لأسئلتك يتابعون معك وشاركون معك تحليلاتهم صفقاتهم وهكذا تجد نفسك منضم لعائلة تساعدك تأخذ بيدك إلى يعني أن تصل إلى طريق الأمان وتصبح متداول محترف حسنا لأنه في دارة تصغر هذا العرض رابط الإشتراك مثبت في تعليقات هذا الفيديو أو الرابط وفي صندوق اللوص كذلك لهذا الفيديو أو الرابط تضغط عليه وتتواصل معي مباشرة للخاص أن الذي أجوابك أتبدأ الحال تقنحو خمسة بالمئة الرابحين وتبتعد عن خمسة وتسعين من الخاسرين لا تنسوا كذلك الاشتراك في قناة العم الأرض الكديم مباشر باليوتيوب رابط الإشتراك مثبت في تعليقات هذا الفيديو وثائل للترابط التحذير التداول من خطيرة يمكن أن تخترك أموالك لذلك كل ما نقوم به في هذه القناة هو ذا مغزى تعليمي وتثقيفي مئة بالمئة لا نعطي لا نصائح مالية ولا استثمارية ولا توصيات إذا ضغطت على زر الشراء أو البيع فأنت المسؤول مسؤولية تنتم عن قراراتك قناعة العمل في كذب لا تتحمل هي المسؤولية كل ما نطب منك وأن تراقب تقارن تشاهد وإذا عجبتك الطريقة يمكنك أن تنتمع إلى عروضنا وإلى دوراتنا طيب الذهب ماذا يدينا في الذهب لاحظوا معي عندما حللنا الذهب يعني تقريبا صار لي يومين أو ثلاثة أيام عندما حللت الذهب هنا قلنا أننا بعد اكتمال بنية هذه الموجة الصعيدة بعد اكتمال عفوا بعد اكتمال بنية هذه الموجة الصعيدة سأبحث عن نزول مثل هذا النزول هنا هكذا حتى يعطينا نموذج رانين أو حتى إكسباندين قد يأتي يكسر مستوى 1,100 دولار ثم يسعد إذن على المدى الطويل الذهب هو للصعود الاستثماري على المدى الطويل لكن نحتاج أولا إكمال إكمال بنية ولكي تكتمل بنية أولا لكي تكتمل بنية هذه الصعود أولا أحتاج أن يعود الذهب لكسر القمة ثم بعد ذلك ثم بعد ذلك حينها سنقل بنية هذه الموجة على شكل WXY زيادة في الزخم بعد ذلك هذا التصحيح الكبير سنقول أنه ألغى هذا التصحيح فقد سأقوم بقياسي قياسي عفوا لك يا را هل هو فعلا أكبر منه ولا لا سأقوم بقياسي قد يكون مساوية له نعم تقريبا نعم أكبر منه بقليل إذن سنقول أنه هذا التصحيح الكبير ألغى هذا إذن أصبح تأتي الموجة واحدة وهاتي الموجة الأخيرة وقد نحصل على Divergence بين هذه القمة وهذه القمة وستكون أعتي الموجة على شكل A B C وبعد C إما يكون هناك تصحيح أكبر من هذا إذا أراد الذهاب في الاستمرار إذا أراد الذهاب في الاستمرار سنحصل في الاستمرار سنحصل على تصحيح أكبر من هذا أو نعكس في الاتجاه وإذا نعكس في الاتجاه سيكون فقط لتقفيل بنيتياتي الموجة لأنها موجة قوية غير طبيعية في السوق لا يفترض بعد موجة دافعة نحصل على موجة دافعة بعد موجة دافعة نحصل على موجة دافعة بعد موجة دافعة نحصل على تصحيح إذا إذا حصلت على موجة دافعة ولا قد تكون فقط تلك الموجة دافعة لذلك التصحيح الكبير الذي قد يتكون في المستقبل إذن دورنا الآن هو أن نكمل بنية الموجة الصعيدة اللي هي راح تكون الموجة B لهذا الرانين لأن الرانين بيكون في A, B و C إذن الآن نحن في الموجة B لهذا الرانين طيب بعد ذلك عندما حللنا بنية هذه الموجة قلنا أوكي هذه الموجة الصعيدة بها مشكل ما هو هذا المشكل وهذا النزول القوي هذا النزول غير طبيعي في السوق يجب أن يقفل ثم صرود أخير وبعد ذلك نزلنا إلى فريم اليومي ووجدنا أن هناك في الموجة الصعيدة بها نموذج في الوسط هذا النموذج رانين فلات وقلنا 1, 2, 3 إذن بعدها سنحصل على هذه الموجة وبالفعل حصلنا عليها وأكثر بقليل لكننا لم نكسر هذا المنطقة لا زلنا في هذا الرانين إذن موجة دافعة ونحتاج إلى موجة دافعة أخرى لكسر القمة لذلك قلنا أوكي إذا وتيحت لنا فرصة هنا قد نبحث عن الصعود عندما نحصل على نفس طول هذه الموجة سنحاول وقف الخسارة إلى بريك إيفن ونتركه استمر في الصعود ممتاز ساعد وأراد أن يعود على أساس أنه هذا نموذج كبير وهذا تصحي أكبر ويلغى هذا الحركة وينبحث عن صعود أخيرا ممكن كذلك لا مشكلة سنكون معه لكن لحد الساعة الذهب هو مستمر في الصعود وكذلك عندما حللنا بنتهى الموجة الصعيدة بعد دخولنا وتحقيقنا الأربع لاحظوا أننا لازلت في الصفقة ولن أخسر سأخرج رابحا لأن وقت خسارتي موجود في هذه المنطقة في آخر جدار لاحظوا عندما حللنا بنتهى الموجة وجدنا أنها على شكل WXYXZ هذا رانين WXYX نحن في الزت وبعد الزت كان مفترض أنه يعطني تصحيح كبير إذا أراد الصعود أكثر لكنه أعطني هذا التصحيح البسيط ثم ساعد ولكن ساعد بطريقة متدبديبة فقلنا ممكن يكون هذا فقط رانين كبير شوي رح يلغينا هذا ويلغينا هذا التصحيح ويصعد لمرة أخيرة إذن وبالفعل لحد الساعة هو ربما ماشي على هذا الطريق على هذا التحليل لاحظوا هنا لدي حركة قوية وحركة قوية ثم يعني ربما هذا التصحيح الوادو لم يكن contract حركة قوية ثم لاحظوا هذه الحركات المتدبديبة هنا إذن هذه الموجة قد تكون فقط الموجة بي وهو الآن نازل إذن إذا حصلنا على أرانين أو اكسباندين هو للصعود إذا وتيحت لنا فرصة إذن كل ما نريد أن نره الآن هو أن يعطيني موجة مساوية لهذه الموجة هكذا هكذا إذا أعطاني هذه الموجة بهذا النزول في هذه الحالة سأقوم ب رؤية بنيتي هذه الموجة كيف هي هل هي على شكل W, X, Y, X, Z هل هي على شكل A, B, C هل هي على شكل 1, 2, 3, 4, 5 وسأبحث عن آخر جدار وسأقول لأوكي أكثر آخر جدار ثم صحيح وسنبحث عن الشراء على الأقل لكسر هذه القمة ثم لكسر تلك القمة على فريم الأسبوعي أو اليوم لاحظوا معي إذا عودنا سنجد أن قمتنا هنا هي القمة نعم هنا مستوى سيكون هذا في مستوى 2078 دولار مستوى 2078 دولار إذن نحن الآن في منطقة نسميها منطقة تمركز الأموال منطقة تمركز الأموال لأننا فوق آخر جدار نحن الآن فوق آخر جدار ننتظر فقط تصحيحا واضحا هنا إذن هنا سننتظر نشوف إذا أعطني راني جيد إذا أعطني جيد كذلك هذا تصحيح سيكون كبير سيلغي كل تصحيح الموجودة في هذه الموجودة وسنبحث عن الصعود من هذه المنطقة وإذا عاد سنبحث عن كسر آخر جدار أو عفوا سنبحث عن كسر القمة سنحول وقف الخسر إلى منطقة الدخول لكن هدفي سيكون كما قلنا مستوى 2078 دولار وهو هدفي في هذا الصفقة الذي دخلت فيها من الأسفل إذن لازل أمامنا فرصة طيب للبيع هل هناك فرصة للبيع؟ نعم هناك فرصة بيع مياد فرصة أولا أريد أن يعود لكسر آخر جدار وهو مستوى 1930 دولار وهي المنطقة التي أنا وضع فيها وقف خسراتي إذن أريد أن يعود بقوة ليس بطريقة تصحيح لا أريد أن يعود بأتي طريقة تصحيح هذه الطريقة تصحيح للشي لا لا أريد أن يعود بقوة يكسر آخر جدار ثم يبدأ بالتصحيح هكذا للبحث عني الهبوط للبحث عني الهبوط إذن يبقى التصحيح في الطريقة الأخيرة ونأتي الموجة ونبحث عني البيع لكسر آلقاع بكل بسط أوكي إذن كل ما أحتاجه هو موجة دافعة ثم تصحيح يبحث عني النزول لكسر هذا آلقاع فقط 1815 دولار بعد ذلك سنبحث عن الصعود لأنه لا زال هناك فرصة للصعود لكن أتوقع أنه هذا الاحتمال شوي بعيد شوي بعيد كل ما ولدنا نرى هو هذا الموجة الآن هنا ونبحث عن الصعود بعد ذلك سرق القماس أحاول الخسارة إلى منطقة الدخول وأرى هل سيسعد ليعطيني هذا الهدف أو سيكون هناك تغيير في البنية لكن الحديث سعب كل ما توقعناه يحدث بالمليمتر كل ما توقعناه يحدث بالمليمتر وهذه قوة التحليل الموجي هو أتمنى أنكم تستفيدون من هذه الفيديوهات أتمنى أن عيونكم بدأت تفتح استغلوا هذا العرض إذا أردت أن تحترف هذا هو العرض المناسب لك ستحقق بأرباح خيالية إذا كنت جدا وتعلمت بجد وأعطيت نفسك بعض الوقت لا تنسوا أن تفجروا لايكات وضعوا تعليقاتكم مسؤول الفيديو كل من أراد اشترك في هذا العرض رابط الاشتراك مثبت في تعليقات هذا الفيديو والرابط وفي صندوق الوصف كذلك هذا الفيديو والرابط الضغط عليه تتوصل معي وأشرع الخاصة الذي يجاوبك وتبدأ لحلتك نحو الخمسة بميار رابحين وتبدأ عن خمسة وثنين بميار خاصة لا تنسوا أن هدفنا هو تعليمكم ونعلمكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته